اذا عدنا الحوار الوطن بطبيعة الحال هو حديث القاهرة وحديث كل مصر على اقل المعني بالسياسة المهتم بمستقبل البلد اللي بيتابع تطورات ووقائع ويعني واحداث ينتظر منها انها تعمل حراكا وتعمل انفتاح في المجال السياسي كلمة الحوار الوطني اصبحت تتردد عن القوى والشخصيات السياسية في مصر كلها بل وفي الفضاء خارج مصر ومن ثم من المهم للغاية ان احنا نناقش هذه الفكرة وعنوانها ومحورها بل ونجحها ايضا او الرغبة المشتركة عند الجميع فيما اظن ازعم الى نجحها خليني ارحب بضيف الكبير السياسي الكبير مهندس احمد باقي الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري اهلا بك فان اهلا بحضورنا اهلا بحضورنا بحضورنا مش طيب ان انا ابقى معاك الله يخليك فان دايما بناشوف المحاضرات الله يخليك شكرا جزيلا اللا بنيجي نكلم ما لحظة التطور الاخير اجتماع للحركة المدنية امبارع مجموعة من المطالب طرح بيانا انتهى اليه الاجتماع يعني وحدك طبعا من المواقعين على هذا المطلب قبل ما نروح للبيان ونناقش له أنه يستحق نقاشا ويستحق أيضا نسأل حركة على الرد الفعل الخاص به لكن خليني أبدأ من التلقيق لفكرة الحوار الوطني وهل إريتك للحوار الوطني تعني أنه الدولة المصرية في حالة أو في رغبة أنها تعيد فتح المجال العام وأنها تعيد السياسة إلى شرايين المجتمع مرة تانية ولا الحوار الوطني بالنسبة لك يأخذ مأخذ أقرب إلى أنه يكون حالة تجميلية أو تخفيفية أنها مش الغرض منها المفتاح الذي يظنه البعض هو الحقيقة لما طرح موضوع الحوار الوطني كان بالنسبة لأطراف كثيرة يعني أستدعى كثير من الحوارات السابقة التي كانت حوارات شكلية في العام لكن أنا بتصور سابقة يعني في سنوات سابقة لا في عهود سابقة تجارب عهود سابقة عهود سابقة وحضرتك أعرف أنه فيه يعني أيام السادات وأيام مبارك كان فيه أكثر من محاولة أو طرح لفكرة الحوار لكن كانت بتنتهي إلى نهايات وأيام عبدالناصب وأيام عبدالناصب بعد الهزيمة وبعد الآياء وكلها كانت يعني الهدف منها انتصاص طاقة الغضب أو التوتر في المجتمع لكن لم تصل إلى نتائج إيجابية مأمولة لكن يعني في الوضع الأخير دوت وخصوصا أنه يعني فيه إحساس عام عند المجتمع بأنه وحتى الدولة نفسها أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية يعني صعبة مش بس بالنسبة لمصر بالنسبة للعالم كله وبالتالي لابد من يعني انفراجة يعني تدي أمل في المستقبل نهيك عن أنه ما فيش سلطة في الدنيا تستطيع أن تحكم دولة كبيرة زي مصر يعني باستمرار بدون حريات بدون يعني سياق عام لمجتمع مدني متحرك ونشط يعني لا يمكن تحقق في أطراف جوة الدولة المصرية بتقول أن احنا 8 سنوات العدد دي قدرتنا على الإنجاز وقدرتنا على تقديم مشروعات عظيمة للبلد قائمة أن احنا قدرنا نخفض الغليان السياسي ونصر على درجة تقريبا الثلج وأن احنا قدرنا أن احنا ننجز علشان اللغة واللغة والتداخل والمظاهرات والمطالب وكل ده انتهى لصالح البنى والتنمية اللي عادت مرة أخرى جدولة السياسة على الخريطة معناها عادة صخب يوقف تنمية وعمل لا مش صحيح أنا بعتقد أن العكس هو الصحيح أنه غياب الحريات وهو اللي أدى إلى انفجار 2011 وما بعدين كان غياب الحريات وكان يعني أنا معنيش أنا عايز أمسل دور أطراف الدولة دي لا لا اتفضل طبعا طبعا لا رأيوهم أنه بالعكس 2011 دي كانت نتيجة الحريات أنه صحافة مستقلة أحزاب بتقولوا اجتماعات كفاية وجماعة وطنية للتغيير مظاهرات كل يومين ثلاثة فضائيات مفتوحة على البحري فحجم الحرية اللي كانت موجود التسع من كونه هامش محدود على طريق صفة شريف إلى أنه مساحة أرض فالمساحة الأرض دي هي اللي خلت فيه 2011 لا الذي دفع إلى يعني هذا المقال هو غياب الحريات الحقيقية لو تذكر سيادتك أيامها وانت كنت يعني موجود وشاهد على عصر بأكمله كان هناك يعني تغول للأمن وكان هناك مشاكل كبيرة جدا ومشاكل اقتصادية بالعكس أنا بعتقد أنه هامش الحرية هو حماية التجربة لأنه إلا إذا كنا عايزين نعمل زي كوريا الشمالية وهذا يعني غير وارد وغير ممكن يعني أنا بتصور أنه يعني أنا فاكر كيندي كان لي يعني مقولة شهيرة إن الذين يمنعون التغيير السلمي يقودون أو يدفعون باتجاه تغيير عنفي لأنه فيه حراك في المجتمع محبوز هذا الحراك المحبوز بيشكل يعني ضغط زي حلة الضغط دي يعني آه تتقدر حلة الضغط دي تستمر تستمر مثلا عشر سنين لكن في النهاية ستمفجر إحنا الحقيقة شايفين هذا الحوار فرصة لإخراج الاحتباس والغازات المكتومة دي بشكل سلمي يمنع الانفجار ويعني يود الطاقة الحبيثة دي في اتجاهات بناء وأنا بتصور أنه آه أنا مدرك أن هناك رأيي يرى أن إذا يعني سبنا الأمور شوية ستنفجر بس أنا بقول العكس إذا سبنا الأمور بهذا الشكل يعني أكثر ربما يكون هو سبب الانفجار فهذا إحنا الآن فيه توافق يعني مجتمعي مع الدولة وهو توافق نادر أنه طب تعالوا نشوف حل مشترك للأزمات اللي فيها المجتمع عارف حضرتك الكلام ده كان يبقى صحيح إمتى لو أنه فيه حالة رضا مجتمعي عن هذه الإجراءات وهذه المسارات لأنه فيه فيه أزمة مجتمعية عرفها من رد فعل الشارع النهاردة وعرف رد فعل الشارع إزاي ما عندهش انتخابات وما عندهش خنوات تعبير وانتخابات شكلية لأنها شكلية فالمعرفة الرأي العام المصري ورأيه مسألة ملتبسة للغاية يعني أنا بحسها ومحبش أنه يبقى المعيار هو وساء التواصل الاجتماعي لا لا خالص إحنا كناس يعني بنشتغل في العمل العام إنت بتشوف الناس وبتتناقش معاهم يعني النهاردة بعد عملية تخفيض مثلا الجنيه التالي لتربع مرات ووصلت الأمور إلى حد كبير جدا النهاردة الطبقة الوسطى تم تقريما يعني إهدار كرامتها والطبقات الفقيرة بتعاني معاناة جسيمة وعدد الفقراء بيزيد من صحيح الأرقام اللي بتتقال لأن أنا بشوف في الشارع الناس إحنا النهاردة ببرامج التلفزيون في أغلب وانت مسموح لك في الشارع برشوان صاحبان؟ يعني انت كحزم اشتراكي لا لا مش مسموح بتعرف تبشي في الشارع لا بتشوف بتشوف بشكل عام لكن جزء أساسي انت كسياسي في زحف كرة طويلة لا لا خاطئ إنما كحزم وحركة وتباس مع الناس طيب غير مسموح يعني عرفته وعراء الناس منين بقى لا ما هو انت بتشوف انت جزء من المجتمع بتلتقي بيوم في الشارع في الجامع في المصار بتشتري حاجة بتشروح السوق كل دي بتعرفك في كل الحالات ما هو احنا يعني قدامنا دلوقتي ما الذي جعلت الدولة تنتبه إلى المعارضة الآن وتطلب حوار أو تطرح فكرة الحوار إن أيضا عندهم هم أجهزة بتقدر تستشعر اللي بيحصل وإلا ما كانش فيه معنى لهذا المصار من الأول في كل الحالات أيا كان من المؤكد إن الوضع في مصر كما هو الوضع في كثير من دول العالم بعد أحداث يعني حدى جدا كورونا ثم أوكرانيا وقبلها يعني الخلاف أصله مش خلاف حوالين يعني مشكلة عادية الخلاف حوالين كمان مصارات التحول الاقتصادي في المجتمع دي مسألة عايزة منعشة لأنه في النهاية أنت يعني اخترت أن يعني تقوم بعملية إصلاح اقتصادي أوكي إحنا موفيد لكن هذا الإصلاح الاقتصادي الذي دفع تمنه بالأساس هم الطبقات الفئيرة الطبقات الفئيرة التي ازدادت فقرا واتسعت رقعتها بشكل كامل وكل الإجراءات اللي بتحاول الدولة أنها تحل هذه المشكلة هي آه مشكورة بتحاول بس حلول لا تصل إلى جوهر المشكلة عندك قضايا يعني يعني باينة جدا زي التعليم واللي بيحصل فيه الصحة وتدورها العام في مشاكل موجودة في المجتمع محتاجة منعشة الحوار مهم جدا في هذه القضية يعني كتم الحوار ويعني فرض يعني القبضة الحديدية هذا الأمر يعني لم يعود في العالم حتى مقبولا ثم أنه المجتمع المصر مجتمع رشيد إحنا مئة مليون مش مجرد عامر بالخبرات والعلماء والمفكرين والمصقفين قد يعني يسكتوا لفترة لأنه مدركين أنه الدولة بتمر بأزمة لكن لا يستطيع أن يتحمل المرأة أكثر من هذا أنا اعتقادي أنه الحوار يعني أو فتح هذا الحوار جيه في وقته ومن هنا كان هناك استجابة أيضا من قوى المعارضة لهذا الحوار لم نسمع أصوات نشاز بتقول لأ وإحنا مش عارفه وحضرتك عارف أنه يعني كان فيه باستمرار أطراف يعني يعني حدة جدا لكن المرة دي فيه إدراك مشترك عند الطرفين بأنه البلد محتاجة أن الناس ممتاز داي خليني أرجع بقى للبيان يا فندم والاجتماع اللي تم بينكم كقوة وطنية وأنه البيان يبدو أنه بيرفع سقف بيصل إلى يعني يحاول المطالب تقريبا مما يجعل الأمر يعني يستدعي تفسيرا ونقاشا يعني لما بعد كل المصار فالبيان طالب أنه الحوار يبقى تحت مظلة الرئاس ده تغيير في المفس لا خالص لا هو قصو ده يعني عشان تتضح المسألة دي لازم الرجوع إلى البيان الحركة المدنية الديمقراطية الأول ممتاز اللي هو يعني الرد على فكرة الحوار وهذا البيان قدامه بيتكلم الحضرتك بتقوله ده بالضبط مذكور إن أولا أولا أنا يعني هي مش شروط هي ضمانات لأن هذا الحوار يسير في مصاره الإيجابي أول حاجة إن إحنا يعني فيه سجناء للرأي أنا طبعا بستسمي من هذه يعني من هذا الجدل كل ما له علاقة بالإرهاب طبعا ويعني الدم واللي تلوست إيديهم بدماء المصريين لأنه ده موضوع قاطع بالنسبة لنا إحنا يعني بالذات جيلنا وخضرتك يعني كان موقفه من الإخوان واضح فإحنا في النهاية بنتكلم على قوة مدنية واحد الرأي واحد كتب تعليق على الفيسبوك واحد قال النتران مصرية يعني هذا المسألة لا تستحق أن إحنا يعني يظل أربع سنين أو ثلاث سنين يعني وقضية الحبس الاحتياطي اللي يعني أصبحت أقوبة في حد ذاتها سنتين وأنا في أحد اللقاءات حكيت أن إحنا أنا أول مرة سجنت من خمسين سنة لأيام مزارات الطلبة في اثنين وسبعين كان الحبس الاحتياطي خمسة واربعين يوم ثم يعني لمحكمة لا إفراد لا إفراد أو إذا يعني ما بيزددش عن ستة عشر وقلت أنه من الظلم لمصر أنه بعد خمسين سنة بعد نصف قرن يبقى حلمنا أن نعود إلى ما كنا عليه من خمسين سنة مضت بينما المفروض أننا نطلع للمستقل فأنا بعتقد في نسح المات رجع مية وارا مش بس لا بس طبعا ففي موضوع للسجناء موضوع الحبس الاحتياطي هنا مقدمات للحوار بادرة لحسن النية ولبناء الثقة وهل تم الاستجابة تم الاستجابة يعني إلى حد ما خرج بعض الأفراد أخرهم الأستاذ يحي حسين عبدالهادي وهو شخصية وطنية ونزيهة لكن هناك يعني وعود أو فيه كلام عن أنه فيه قوائم يعني قيد الأعداد للإفراج عن عدد أكبر لأنه فيه عدد كبير موجود وفيه ناس منهم يعني خلاص ما تستهلش المسألة يعني القوى المدنية عندها حصر يفن آه طبعا حصر وقدمه وفيه لجنة العافة الرئاسية اللي يعني موجود فيها من القوى المدنية الأستاذ كمال أبو أيت وشخصية وطنية معروفة طبعا وكان وزيرا سابقا وعنده علم وبتبعد بقى الأسر وال يعني زوي المحبوسين الأسماء والبينات وكده وفيه يعني أظن ده لو تم فعلا سيكون يعني بادرة إيجابية جدا وستلقاها القوى المدنية بما يعني يليق بيها من احترام وتقدير يعني اللجان والحاجات دي يعني موجودة في البيان التأسيسي اللي هو بيان الحركة المدنية الأصلي يعني مثلا موضوع اللجنة اللجنة دي المشتركة دي منصوص عليه هنا وتم التوافق في الحوارات التمهيدية على هذه الفكرة لا يعني أنا بفهم أنتم بطلعين بيان بتقوله أن احنا قابلنا بالأمين بالمنصق العام لكن ما نقشتناش ليه في الأمان الفني يعني طب ليه طب يعني ما نقشوكه في كله لا في لا في وهل الأمان الفنية تقتضي خلافا ونقاشا لا هو لسه ما تحددتش لسه لا هو البيان المشارئ ليه هنا إنه في بيان صدر باسم إدارة الحوار بدون يعني حتى استشارة ولا علم ولا أي حاجة وحط مجموعة إجراءات يعني هنا أشار لأن المنصق العام والمشارئة نشوان طبعا والأمان الفنية بالرئاسة المستشار محمد فاوزي وإنه الأسبوع الأول من يوليو ستبدأ الاجتماعات كان الحاجات دي محتاجة تشاور لأن في النهاية عملية الحوار هي عملية مشتركة يعني وفي وفي آلية مقابل الحوار يعني في حوار بينكم مقابل الحوار لا في حوار يعني بيتم عن طريق الأستاذ حمدين صباحي و يعني المسؤولين باعتبرني لسه الآليات الموضوعية ممثل القوى المدنيين ممثل القوى المدنيين إنما في قوى تانية مدعوة ولها ممثلين لا الحوار في هذا الشكل لكن أنا عايز بس هنا أوضح حاجة صدف إحنا يعني المجتمع المصري كله محتاج حوار وعشان كده حضرتك هتلاقي تدفق هائل يعني مئات أو آلاف من الناس بتبعت أسماءها وإحنا مرحبين جدا بهذا الموضوع والنقابات المهنية والنقابات العملية والمجتمع المدني لإنه إحنا محتاجين هذا الحوار إحنا بلد حبيسة للرأي وعندها يعني شبق للحوار فده شيء إيجابي جدا لكن ده حاجة والحوار مع المعارضة حاجة تانية ولذلك أنا ما بلاقي مثلا أحزاب يا حاجة عايزت خليها حوار مع المعارضة لا مش حوار مفتوح لا حوار مفتوح بهذا الشكل يعني هتبقى هجي لك أحزاب متأيد الدولة هي الدولة يعني هتحاور نحن في مئة حزب لو دعناهم كلهم مع النقابات مع الإيه لأنه هي الفكرة إيه إنه ده حوار الرئيس لما طرحه اختص به المعارضة وإحنا يعني احترمنا هذا يعني التوجه وأقبلنا عليه فإنت النهاردة لما تجيب لي يعني مئات الأحزاب ومئات المش عارف إيه والجهات كلها بتاعت الدولة يعني كأنه عارف كان بيقولك جورج الخامس يحاور فوجه لا إحنا عايزين أصل الفكرة إيه إنه الدولة لها سياسات إنت بتتناعش حتى في البيان الأصلي إحنا طرحين ست يعني بنود للحوار حولها الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية الإصلاح التشريعي والمؤسسي حقوق الإنسان والحريات العامة الأمن القومي والمصالح الوطنية تعميق المواطنة ومكافحة التمييز ده يعني باكتش متكامل في يعني رؤية يعني كاملة للأزمة الاقتصادية وللأزمة السياسية وأساليب الخروج منها ولعملية الأمن القومي وكيف يمكن الدفاع عنه في ظل اللحظة الحارجة اللي إحنا فيها فخلطوا بقى معه إنه الأحزاب المؤيدة أو أحزاب الموالاة عايزة تيجي هي موجودة على العين والرأس بس ده ملوش علاقة بالحوار وإلا هيتبقى المسألة الحقيقة يعني مولد باش نقدر نوصل إلى النتائج إحنا يعني طلبنا بدنا نقم به المعارضة أو في رقم اتنين المعارضة التي لم تكن جزءا من تلك السلطة لا شريكا لها وعبرت بوضوح خلال السنوات الماضية عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات المتقزة وطلبت علنا تغييرها واخترحت في سبيل ذلك البدائل كما طلبت في مناسبات عديدة أن يكون السبيل لذلك والحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكيدة ولا تخوين صحيح يعني فعلا ده الأساس على الأقل فيما يخص المعارضة في جانب هذا خليه برضو أتولى مهمة يعني لطرح وجهة النظر الأخر حركة تطالب في حركة مدنية بالمساواة بين يعني الحوار كله بين عدد متساوي يعني من المعارضة وبين الحكومة أي ليه القوة متساوية لا خالص يعني واضح يعني ده واضح لنا لكن هي أصلي ده مش كمان مش مسألة يعني موازين قوة على الواقع في الأرض ده أنت فيه جانب أدب هنا أن أنت الدولة بتقول والله أن فيه أراء ووجهات نظر أخرى عايزين نسمعها فبالتالي لما يبقى فيه تساوي في المسائل دي عشان إدارة أصل اللجنة الفنية المشارئة اللي هي دي هدفها الأساسي هي وضع آليات الحوار وأجهزته وسبل الوصول دي إلى نتائج عملية فبالتالي أنت بتقول خمسة من هنا وخمسة من هنا أو عشرة من هنا وعشرة من هنا عشان يبقى فيه قدرة على يعني التوازن في الحوار ما أنت بتدير حوار مش خناءة ولا بتاعت أنت عايز تصل إلا هدف الأساسي من الحوار أنا من وجهة نظري الوصول إلى قواسم مشتركة مقبولة من الأطراف كلها ليهو الحوار ملزم؟ ما لازم يكون ملزم وإلا يبقى أحنا من قال إنه ملزم؟ النتيجة؟ لا أمالي هو ليه الحوار في النهاية حضرتك؟ الحوار هو يعني تضيع وقت للدولة وللناس ولا إضاءة سياسات عرض وجهات نظر دراسة اقتراحات مطروحة ثم صنع قرار هو صنع قرار بس على الأقل هتوصل له وجهات نظر أخرى غير وجهات نظر الدولة صحيح وفي النهاية يعني أحد دوافع هذا الحوار من وجهة نظري إنه هناك إحساس بإنه المصار اللي ماشي في الدولة بيشكل عبء كبير على المواطن وعلى المجتمع أنت النهاردة لما يبقى عندك منين يا فاند موصل لك الإحساس هقول لحضرتك هذا الإحساس مبني على أرقام أنت حضرتك لا ناصر إنه الدولة نفسها شعرى إن المصار ده ما عبء على المجتمع والمواطن منين جايب المشاعر حتى المسؤولين في أكتر من مناسبة قالوا إنه الشعب المصري تحمل وإنه يعني مش خافية بس ما قالوش إنه بيشكوا أو يطلب تغيير أو يطلب تعديل يعني أدبا من الشعب بس إنما يعني حضرتك لما تضغط على المجتمع مرة واثنين وثلاثة واربعة أظن أنه عند الدولة قرون يعني الاستشعار المنطقية وعندها الأجهزة وعندها يعني أدوات التحليل السياسي يعني الكبيرة بس كل ده يا فندم يخلي الدولة تصل لنتيجة إن القوة الحزبية دي بلا قوة شعبية وبلا سنة شعبي صحيح وإنها تمثل منتديات سياسية وليست أحزابا سياسية وإنه وإنه لو سمعنا كلامهم إحنا بيسمع كلام مجموعة من ناس قويسة ومحترمة وفوق دماغنا وكل حاجة بس مش هما الشارعة خليني أسمع إجابة مهندس أحمد بهايدين شعبان على هذا السؤال رئيس الحزب الاشتراكي المصري بعض الفصل إذن عدنا للحوار مع السياسة القدير مهندس أحمد بهايدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري وكنت بسأله قبل الفاصل إنه يمكن للبعض داخل الدولة أو أجهزة الدولة يتحدث على إنه هذه الأحزاب بخصوص الأحزاب المدنية الكرامة التحالف الشعب الاشتراكي المحافظين الدستور الوفاق القومي حزب العشو الحرية تحت التأسيس ثم طبعا حزب الاشتراكي المصري يمكن التعامل معناها قوة إذا يعني شخصيات محترمة نبيلة شريفة لكن ملهاش حضور في الشارع السياسي ولا الحزبي ملهاش جمهيرية ملهاش حجد يستطيع إنها تبنيه في مواجهة الحكومة فالحكومة يعني تعمل نزال للقوة فتعرف فتسمع كلامكم علشان الشارع يعني الحلم دي يبدو بعضها واقعي وتفنيدي ويبدو بعضها فيها نوع من التعالي يعني يعني أنتوا تكلموا بلان على إيه أحب أكلم مين لما أكلم مصر يعني ليه متصورين نتكلموا عن الشارع هو الحقيقة ده يعني تساؤل بيطرح نفسه فعلا ولا شك إن الأحزاب المصرية يعني وضعها يعني صعب وبعافية زي ما بيقوله لكن خلينا بس نحاول نفهم إيه الأسباب التي أوصلت الأحزاب إلى هذا المستوى أنت ممنوع من الاتصال بالجماهير ممنوع لا تستطيع أن تتحدث مع مثلا تجمع عمالي أو فلاحي أو مصقفين أو طلابي أو أي تجمع بشري أنت ممنوع لا تستطيع أن تغادر مقرك لا تستطيع أن تحتكب الجماهير في أماكن عملها في أماكن شغلها في أماكن لهوها أنت محاصر من كل الجبهات وبالتالي هذا الضعف يعني بيرتد إلى ضعف للمجتمع كله لأنه يعني حتى الآن الأحزاب السياسية هي الوسيلة لأعداد حتى كوادر الدولة ويعني قيادتها وكده فأنت لما بتقفل هذا الباب بالتأكيد بتفتح مجال التنظيم السري والديني والمتبرد واللي تحت الأرض إحنا يعني بنقول أن إحنا عايزين فعلا نفتح المجال العام حتى يمكن قطع الطريق على المجال الخاص اللي بيتم بعيدا عن الرؤية وأنا يعني دائما يعني متمسك بي مقولة سكراط تكلم حتى أراك أنت يعني حتى بالنسبة للدولة يعني شايفانا إحنا بنتكلم وبنقول إحنا مختلفين في السياسات الاقتصادية مختلفين في الانحيازات الاجتماعية مختلفين في المواقف السياسية الداخلية والخارجية واضح أنا إنسان واضح بقول إلا أنا شايفه بشكل واضح ومستعد إنه أنا أتحمل تبعاته غير اللي هو لما بتبقى قافل السكة ومقافل الأبواب والشبابيك فعلا بتدفع إلى يعني مسارب أخرى نرجو إن إحنا يعني ننتهي منها إلى الأبد الدول المحترمة فيها أحزاب سياسية قوية بس هذه الأحزاب تم رعايتها وفي دول كثيرة جدا بتقدم للأحزاب دعم مادي عشان تمنعه من إنه ياخد دعم خارجي وفي نفس اللحظة تساعده على بناء نفسه أنت النهاردة لما يعني الجامعات المصرية طول عمرها من أيام ثورة 19 وقبلية حتى الآن كانت معمل تفريق القيادات الوطنية الآن أنت لا تجد يعني تم يعني حصار الحركة السياسية في الجامعة وخارجها وفي المجتمع وخارجه طب هل تتصور حضرتك أنه منذ سبع سنوات أنا لم يعني أدخل الستوديو تلفزيوني إلا يمكن مرة وديه التانية وكلنا بهذا الشكل وأنت لا تسمع في الإعلام المصري إلا صوت واحد وبالتالي فالمواطن ليه الحق أن يشك في هذه الأحزاب وأنه ما يشوفهاش لأنه مش بس كده الذي يقترب من الأحزاب مرشح للسجل يعني دفع التمن والتشريد وكده فهذا المناخ كان مبررا إن كان مبررا لأن أنا من وجهة نظر مش مبررا لو إن كان مبررا لدى البعض في فترة مواجهة الإرهاب لأنه الدولة كانت تتعرض لأزمة يعني عميقة الآن لم يعد هناك مبرر لهذا الأمر بالعكس أنت الآن حسب تصرحات الدكتور محمد معيط إنه الدولة صرفت 400 مليار فهو 200 كانوا 2019 عندي الدكتور معيط مصر أمفقت 400 مليار دولار على تطوير البنية التحتية في 7 سنوات عشان إيه؟ عشان المستثمرين ييجوا طب جوم المستثمرين؟ مجوش لأن جزء أساسي من إقبال المستثمر إن تبقى دولة راسخة وفيها حريات ديمقراطية وفيها تمثيل للمطالب الشعبية والمسألة واضحة لأن طول ما فيش هذه الحريات ما فيش أحزاب سياسية وما فيش منتديات ثقافية وفيش حركة طبعية في المجتمع أنت بالنسبة للمستثمر مكان محفوظ المخاطر فالوصول إلى توافق يمنح الأحزاب يعني قبلة الحياة ويخليها تتنشق ناسيم الحرية مرة تانية مصلحة للدولة ومصلحة للأحزاب السياسية لأنه أنا مش متصور الحقيقة أنه ممكن يعني الاستمرار في إغلاق المجال العام أكتر من كده طب 7-8 سنوات كويس كفاية قوي كده ولابد أن نفتح المجال ونفتح الشبابيت حتى تدخل يعني أضواء طيب عملنا تبطيل الترع خلاص بالزبط خلاص فنمشي بقى المجرى المياه يعني إيه اللي بيخلى إيه اللي خلى حضرتك كنت يعني معاصر وشايف يعني كل تفاصيل الحياة في قبل صورة 2011 هو حركة كفاية طلب هي طلبت بالإطاحة بالسادات بالقاسب بالرئيس المبارك لا ده كان كلها بتقول لا للتمديد لا للتوريس كلمة تنبصت جدا لو كان الرئيس السادات طلع وقالك يمكن الموضوع كان يستلف تماما فقط تخلط بين معارضتك لوئي سين بدأت بالسادات يعني لا يعني عايزة أقول أنه فعلا أنه يعني التعنت في منح أولا دي حقوق دستورية أنا دستور موجود وبيتكلم عن التعددية يعني أقول لحضرتك مثلا المادة الخامسة في الدستور بتقول إيه يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلم للسلطة والفصل بين السلطات والتوازم بينها وتلازم المسئولية وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبينة لو عايز أرد عليك كسلطة يعني طبعا فهد ما فيه تعدد أحزاب والبرلمان ممثل ممثل فيه عدد مغافر من الأحزاب وإنه فيه إذا كنا نتكلم على تستيف الورق فهنا بسنتفه الحوار فيها معلومات فيها يعني إحنا دخلين على مجتمع لازم طبعا تنتم ترجمين ده في الوسيقى ازاي فاني في البيانة الأخيرة مترجمين الطلبات دي ازاي ما هي الطلبات أصلا موجودة في الوسيقى الأولى وكانت كلها لا يعني لما بتقولوا حضرتك تحضر الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار وتشارك بالرأي وتقدم المعلومات التي تطلب منها من قبل المتحاورين بشكل واضح وشفاف ذلك لكي تتخذ أطراف الحوار قرارتها كأنه كل دولة خارج الحوار لا الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية لا الحوار بيتم بين أصلا أنت هتحاور خمس تلاف جهة في جهة أو أن يكون هذا الحوار تحت رعاية رئاسة الدولة لأنه نحن لدينا ورئيس قال أنه هيحضر أطراف من الحوار هيحضر بعض الجلسات أو النتائج هتعرض عليه طبعا وده سبب منطقي أنه إحنا في دولة يلعب فيها رئيس الدولة الدور الأساسي وبالتالي واحتراما وتقديرا لهذا الدور إحنا قبلناه أنه فعلا لو ما كانش يعني أولا فكرة الحوار هو الذي ترحى وهو الذي تبناها وإحنا كلنا عارفين أنه مؤسسة الرئاسة بتلعب دور رئيسي في تقرير السياسات وإذا ما كانش هذا الحوار تحت رعاية مؤسسة الرئاسة ومشمول بيعني توجهتها يبقى مش هنوصل لنتيجة وده رجلت حمسته وده رجلت حمسته وعلى فكرة أنا عايز أقول أنه يعني فعلا فيه رغبة حقية عند المعارضة مش لتعنت ولا يعني كل اللي إحنا حقينه لضمانات لضمان نجاح بتحاول تكلمني على المعارضة المعارضة تكلمت معارضة بالصمت مش كده لا مش بالصمت لأ حاولنا في حدود ما أنت أنت متكتف لكن بتعمل ندوات بتعمل مؤتمرات بتعمل ندوات على أونلاين بتحاول بتكتب طبعا نقول لحضرتك حاجة يعني كل جرائد المعارض كل جرائد الدولة ممنوع أن يكتب فيها معارض يعني إلا ما نضر إلا ما رحم ربي طب أنت ممنوع أنك تقول رأيك أنك تكتب رأيك أنك تسجل يعني مواقفك أنك تعمل مؤتمر أنك تعمل تتصل طب يعني حقيقة إحنا عندنا شكل دكور يعني كأن هناك أحزاب كأن هناك يعني حريات كأن هناك ديمقراطية وقبلنا أو قبل قبل المجتمع بهذا الوضع في ظرف استثنائي في ظرف استثنائي وأنا أعتقد أنه الدولة يعني ممتنة لهذا الموقع هو الرئيس الدولة وكثير من المسؤولين عبروا في أكتر من منازمة على أن الجماهير تحملت وجزء من تحملها أن النخب المثقفة تحملت أيضا غياب الحريات بدون تململ ولا يعني انفجار ولا حاجة لأنها كانت مدركة أن مصر تقود معركة وجود وأنها لابد أن تنتصر في هذه المعركة وبالتالي يعني قبلت عن طيب خاطر التنازل عن جزء أساسي من حرياتها بعد ما يوضع حد للإرهاب تستعيد هذا الجزء وحان الوقت صحيح بلد مستقرة وبلد آمنة والحرية ليست هبة من أحد ده حق حق بموجب المواطنة وميلادنا في هذه الأرض وتضحياتنا أنا أعتقد أنه جيل السبعينات على سبيل المثال قدم يعني ما هو مطلوب منه 50 سنة بيقاتل ضد أي محاولة تدخل أجنبي في هذا الوطن ومن أجل يعني التنوير والدفاع عن يعني الهوية الوطنية المصرية ومن حق الناس أنها تشعر أنها في وطن حر أنها يعني ما تبقاش لأنها كتبت سطرة على الفيسبوك أو غيره مهددا أنها تتسجن صحيح يعني مصر أكبر من هذا بكثير صحيح خليني أسأل يعني التحالف الشعبي المحافظين الدستور الحزب الاشتراكي وكأن لديكم إجماع على نقاط رغم خلافاتكم السياسية أنتم أحزاب مختلفة ومتنافسة بالمناسبة بص حضرتك المكون ده بيضم أحزاب يسرية بما فيها الحزب الشوية حتى وأحزاب قومية نصرية الكرامة يعني شوى طبعا تحت التأسيس تحت التأسيس آه هو عمر ما يتأسس يعني المهم موجود وفيها الحزب النصري وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعب الاشتراكي بس هو مش موقعين هن لا موجودين حزب النصري مش موقع هن لا أنه هو التحق مؤخرا وفيها كمان أحزاب الليبرالية زي حزب المحافظين هو حزب مخترم وأدى دور كبير في الفترة الأخيرة وبرز يعني بشكل يعني محترم صحيح جيد فهذه التركيبة كمان لابد أن تلك الانتباع القاسم المشترك فيها القاسم المشترك فيها يعني قضية الحرية لأنه كلنا مجمعين على أنه بدون توفر الحد الأدنى من الحريات العامة وفتح المجال يعني بشكل مناسب لدي يكون هناك أمل في طيب ده قاسم مشترك أكيد وفيه قاسم تاني وهو ويبدو أنه يعني ظاهريا فيه تناقض لكن موضوعيا مفهوم أنه إحنا كلنا عندنا ملاحظات على السياسات الاقتصادية حتى بعضها من منطلق رأس مالي أو يعني زي حزب المحافظين وبعضها من منطلق يعني أكثر راديكالية زي الأحزاب الاشتراكية لكن كلنا لنا ملاحظات على السياسة الاقتصادية ومن وجهة نظرنا أن هذه الملاحظات يعني من المفيد أن تسمعها الدولة حتى على الأقل لتقويم بعض الأخطاء وحضرتك عارف أنه على سبيل المثال اليسار كان عنده أساطين الاقتصاد الوطني يعني الدكتور إسماعيل صبر عبدالله الدكتور فؤاد مرسي الدكتور إبراهيم العسوي الدكتور جودة عبدالخالي الأستاذ سلوى العنتاري الأستاذ محمد أسمع كثيرة وعديدة يعني عدد كبير جدا محمد نور الدين عدد كبير جدا من الخبراء الاقتصاد موجودين وممكن لاستعانى بيهم لأنه دول من مخزون الدولة يعني الوطنية وليهم وجهة نظر وليهم ومش مخفية طيب التخوف أخير يا سيد أحمد وهو أمر مطروح أيضا على الساحة أن الوجوه هي ذاتها يعني زكاة الدولة طول الوقت يعني لا تغير فيبدو أن القوى السياسية أيضا لا تتغير لأنه ما فيش يعني مدد ما فيش جيل جديد من أين سيأتي التغيير إذا كنت عامل يعني حاصر القدرة على التغيير ويعني شالل قدرة المجتمع على الحركة أهم مثلا مصدر للتجديد هو الشباب طب الشباب الآن هجر الحياة السياسية وهجر أو هجر أو هجر لا أنا بتكلم عن الشباب المجتمع كله أين ذهب هذا الشباب الذي كان يملأ الشوارع يوم 30 يونيو كان فيه 30 مليون يعني مصري في الشارع شاب وكبير في السياسية أين ذهب يعني كله يعني وحضرتك كنت بتكلم قبل الجلسة دي عن الأطباء اللي بيهجروا مصر ما هو الشباب الشباب ده لو ما وجدش بيئة طبيعية بعيدا عن الاستثناء والظروف المشددة دي مش هي يعني مش هيجيلك طيب أنت النهاردة الشاب اللي بييجي خايف أنه لو تمسك هيتقبض عليه وهيتبهدل لكن لو أعيد الاعتبار إلى فكرة المعارضة الوطنية وفتح المجال للعام وأصبح فيه اطمئنان إلى أنه من حقك أنك تقول وجهة نظرك بدام لا تلجأ إلى العنف وبتتكلم بشكل يعني منطقي فأعتقد أنه سيتم تجديد الدماء دي فورا وأنا بأعتقد أنه ظاهرة تآكل الأجيال الشابة في الحركة السياسية ستدفع الدولة سمنها في المستقبل لأنها تيجي تدور مش هتلاقي غالية بالظبط شكرا جدا شكرا جدا شكرا 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 أشكركم وأترككم في رعاية الله نلتقي الأربعاء القادم بإذن الله أما الغد في معايدكم مع نجم الإعلام المصري أستاذ خيري رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة